موسيقى أهلا وسهلا بكل مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم بدازل معكم الرؤى ونبدأ حلقتنا فورا مثل ما وعدناكم بالحلقات المادية جولتنا بالفيلم فيرميدل إيست ولقاءات حصرية مع نجوم بوليود والعربي مكفاية واليوم سيكون لقاء مع نجم مميز وقدر يعمل بسمة بوليود والأفلام خاصة ان مشوارهم كتير طويل بس رغم هيك ادار يترك بسمة كتير رائعة وهو جديب أهلاوات خلينا نشوف هالنتربيو معه موسيقى 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 Poland bis ser revis كانم شعور リ تاريض بموسيقى موسيقى 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 كذلك كذلك فلن فلن انفسي اك سأعقون بالمراين الحسنة من امرت إلى كاعب الاخل أو كالدمر الهاتف حسن المعيشة من اما هذه الفلس حول و شخص أسألة لكن أبداً أيضاً لم أكن سابقاً ، أبداً، فأنت سابقاً ربما فتح سابقاً، فنت سابقاً وكانت تطريبايت في غير محدودة وكل هذه المشاركة حيث أنني أفعتمت بشكل تلك المتحدود وشكل ذلك ولكن الذي أحب فيه هو أن أحب بشكل جديد ويجب أن أجل أحب الاجتماعين ومشروعهم على الشيء ومشروعهم فيه أو ربما يخبرونهم أو ربما يحبونهم أو ربما يريدونهم ومن ربما يريدون أن يكون هناك أو يتحططونون أشياء فهذا فعل ذلك فهذا جمعاً لدى فهذا ما يحبني فلا يحبني فلن تشبري ذلك باستخدامك كما لا يحبني أشبري فهذا الأمر فإنه إنه حسن جاني ومع ذلك فإنه إنه سوف و يجب أن أردت أطلبه لكي أشكره نظر إلى حتى نحتى نهاية صورة في كل شرحة طبعاً تحضر المستحيل لكي تعمل مع بعض المتحدة أمامل حسن وإن شكال Kapoor كيف حلتها؟ متى أمامل أنا أحبت أحبت لكي بذلك أحبت لكي بذلك بذلك الأفضل من المتلقات ستكون مالتي من المالات من عبر انريك بشأن وكمال حسن وقاب sobre نا修صد الشيئة مدى قبلا دورة وقابون من الجلال من فل形 أمتهم دورة بالموخص أمم 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 بل أمم أمم مجد تنجل وكل دورة لكنها لقد مفترضي على موضوع الحماري لأنها تشعرني أخرى لم يكن أظن أسلوح من خلال أشياء من غير أسرق أو خلال أشياء كما تشعرني أصدقائها ولكنها بأسفلحت تشعرني لا يمكنني أن تقلق بالنسبة لها لأنها تخصيصت بها يمكنني أن تزعرني لنشر من أجل المنزل . Então .. . . . OK , . شبك المترجم للأنطلاء في التواصل البداء واختها والدفاعات التي لا يترجمها لفتح الأشياء لا ي accesبها سن يص excellم في التواصل البداء ولو تكون في عقادة الدوارة وضعت بأنهم سن نخفض من الأمور أو تشغل من الأشياء التي تبدأ الم assigned والذي ستقولون وضعت انه سيكون هذا صحيح انه سيكون هذا لا تريد ان أردت من رجل لأنهم سيكون مفتن مفتن من المشكلة من المشكلة احبه هاتيران أحبه هاتيران لكي ترى كل شيء منه كما أنه كانت شخصاً كانت شخصاً شخصاً كانت شخصاً وقامت شخصاً فلوف أفضل وفعله في كل جانبه أنه موجودة اسمها يحل العظيم مع المشاركات التي يدخل الانفجارة ومع مهون أي جانبا تعلم أحساس بته مالك وفي البؤس وقد أحساس بها فرسلس الى الأ الحين . . . . . . جميلة سؤالي عندما يمكنك أرى تفاصيلك في ميزفق؟ عندما يمكنك أن ترى كل ميزفق؟ أريد أن ترى ذلك لأنه المرة جدا أعتقد أنه جدا الأمر وفضل إعتقد أن جدا الأمر بفضل كانت يدعم بشكل مهارا لذلك فقط البعض للغزية أنا لدينا جميل وضعت رأيين لأنني رأيي بإنما ما يكون من قبل بإنما كانت تجد دائماً وشكل وضعت ماضية ولكنه وهو رأيي أشنق كلاً سأرى بمدارة الكامدى لنظر أتمنى أنت سأتكون أشتري التوقيت لكي بكثير لكي تتحدث جميل وأتنمك لكي تتحدث وحسن الآنobre الفقر المفادل لكي تتضعين وخاصة للاعيشين هون بالإمارات كنا بنعرف انو الوذر والتأسار كتير حلو هون وكرمال هيك خيارات الطلعات والفوتات صارت اكتر بكتير وبناء ان عليه رح يكون عنا أزياء ولبس اكتر خلينا نشوف زهرة بهالروبورتاج موسيقى wide leg trousers have always been my personal favorite to style you can wear them throughout the year and across all seasons so this week on trendin i'm gonna show you four different looks but all with wide leg trousers styled distinctively for the first look i've picked these beautiful satin silk bottle green trousers and paired them with a turtleneck top of the same color to create a monochrome look but if your personality is more on a colorful side you can always break it with a second complimentary color in this case i've picked lilac as it's my current favorite combination look number two is slightly more on a casual side as you can see i've paired these lovely lilac colored trousers with a white fuzzy sweater this could be your perfect season friendly date look coming to the third look if you're the girl next door kind this ensemble is just for you camel colored wide leg trousers with a deep burgundy turtleneck top that stands out and a beige hat that'll do just enough to make heads turn and finally for the last look bring back the elegance with black wide leg trousers and muted shades a camel turtleneck top and a white mid coat no hats no belts and no shades keep it simple silly let's go back with a break and we'll return into bright red لقد قلقتنا سواء. بكتير من الأوقات ما فينا نتحكم ونسيطر تماما على أفكارنا وهالشي طبيعي بيثير مع أغلب العالم بس الأهم انو ما نخلي هالأفكار تسيطر علينا وتتحكم فينا كرمال هيك خلينا نشوف هالفقرة مع فيديا Last week our RTT consultant Vidya had spoken about the power of the mind and also given us a little bit of homework This week she's going to take the subject forward Hi Vidya, welcome back to Bedazzled I'm glad to be here once again So today you're going to be telling us a little more about the power of the mind Last week I showed you the powerful rule of the mind that the mind understands exactly what you tell it and I gave you some homework I hope all of you have practiced that and seen for yourself the power of your mind So today I'm going to show you how powerful your mind is with the pictures that you make in your head So again you don't have to take my words for it I'm going to demonstrate it for you So I want you to put out your hands your palms facing each other Now close your eyes and I want you to imagine the world's most powerful magnets one on each palm of your hand As you can feel the pull of these powerful magnets your hands are coming closer and closer You can feel the hands coming closer and the pull of the magnet is so strong that you cannot resist it As your hands touch each other You can drop your hands to your sides So now you've experienced the pictures that you make in your head with just imaginary magnets Your hands came together and touched each other So imagine what you can do with the power of your mind Giving your mind the most amazing beautiful pictures the way you want your life to be Absolutely agree with you How many of you have experienced nervousness, fears when you have a presentation to give in the office next week or even an interview to attend The images that you would be giving your mind and the words that you would be saying is like this presentation is choking me this presentation is killing me I would do anything but not give this presentation or attend the interview and your mind is listening to all of this and the mind says Aha, you don't want to do it It's giving you pain I have an idea So on the day of the presentation or the interview you suddenly develop migraine or you have a stomach upset and you end up not going to the event So now you see that you have the power to give your mind the right pictures So here you can say I have phenomenal coping skills Visualize you doing the presentation and getting claps from everyone Visualize doing the interview so well shaking hands with your prospective employer and you would get that in the end That is so true Vidya I mean all of us go through some sort of anxiety on a daily basis and if we just know how to control this with the power of our mind it will definitely help us a lot And next week I'm going to show you the most important root cause of all emotional issues So stay tuned Thank you so much for being with us on Bedazzled Vidya We look forward to next week And now it's time to assess the food For most of the world who love the food and the food the food and the food will be our food today and our food with flavors India with GPR with Chef Rito In Bedazzled Kitchen I am Rito Chaturvedi I am giving you an unusual recipe Er and for all the time but the spring of the food now is the food and the food smell Now it's time for the food and the food It's time for the food you will have to know It's time for the food to eat جامون سي لزانيا بنا سکتے ہیں اور بڑی سمپل ریسپی ہے اگر آپ کے پاس غلاب جامون بچے ہوئے نئے ہیں آپ بجار سے خریدئے اس کے لئے ہمیں چاہیے 15 سے 20 غلاب جامون جس کی ہم نے چاشنی الگ کر کے رکھی ہے فلو پیسٹری 100 گرام بٹر 100 گرام وائٹ چوکلیٹ آدھا کپ پستے کٹے ہوئے بس آج ہم مل کے بناتے ہیں غلاب جامون لزانیا سو غلاب جامون لزانیا کے لئے ہم سب سے پہلے اپنا آون 190 ڈگری سینٹی گریٹ پہ پری ہیٹ کریں گے اور یہ میری فلو پیسٹری ہے جسے میں نے ٹرم کر لیا ہے اکارڈنگ ٹو مائی بیکنگ ڈش تو سب سے پہلے ہم میلٹڈ بٹر سے اس کو گریز کریں گے تو یہ میں نے اس میں بٹر لگا دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو فلو پیسٹری ہے اس کی ہم لیئر بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم پھر سے بٹر لگائیں گے اس کے بعد ہم دوسری لیئر ایسی ہی لگائیں گے اور پھر اس کے بعد بٹر لگائیں گے سو اس طرح سے ہم کم سے کم چار لیئر لگائیں گے اس سے giai ہوگا ایک ہم کو اس کی CRISPY base ملے گا تو اس طرح سے ہم نے چار فلو پیسٹری کی لیئر لگائیں الناس المحمس الثاني للسلائس . تم سارع غلاب جامون لغاء فيلو پسٹر مولينا نضع يديمنا الجماعة كانت هذه القطة لدينات مرة أخرى si可以加لوا بالدنات لدينات مرة اخرى ولد القطة لدينات جيدة نقصت نقص جدًا بعد ذلك النقصة سن نتعرض محلول الجوء منتر قطة لدينات الدول أخرى الزم مرانة ثم نضيف القطة ثم نضيف منذ حلق لايئر اللاجئیں جنوب تلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلة لبقى فرمائم لبقى لبقى و المفعل grappi ومعادة العربية بعد قرصة الأمر سنقيناً سنقيناً بقى ومعرفة معنى لما تزلل بقى بقى ومعرفة المصدرل لجيشة كانت الأمر لبقى ومعرفة العربية جو میں نے pre-heat کیا ہے 190 degree centigrade پہ 15 سے 20 minute کے لئے بیک کریں گے تو اب 20 minute ہو گئے ہیں check ہرتے ہیں it's really hot and it's so beautifully done you can see so as you know all the lasagna required a cheese but this lasagna تھوڑا الگ ہے تو اس میں ہم cheese کی جگہ پہ کیا ڈال رہے ہیں white chocolate so یہ میرا twist ہے تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا white chocolate melt ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت قرم ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں جو گلاب جامون کا رس ہم نے چاشنی الگ کی تھی اور اس کو ہم نے سیفرون سے تھوڑا فلیور کیا تھا اور اب ہم اس کو سجائیں گے تھوڑے پسٹوں سے چوب پسٹچو you can add little rose petals for garnishing اور اگر آپ کے پاس یہ چاندی کا ورک ہو تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی پلیٹنگ کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ربڑی ہے اور آپ چھرہ ربڑی کے ساتھ تھوڑا پلے کریے تو like this the more you spread it look beautiful اور اب میں نکالوں گی ہمارا گلاب چامون لزانیا you can see the sound is so crispy so nice اور اب ہم اپر سے تھوڑا سا سجائیں گے rose petals سے اور تھوڑے سے چوب پسٹچو سے ہے نا مجیدار دش ڈیوڑا سا ستراحہ قصیرہ ڈیوڑا سنکفل الحلقہ مع بعض عملنا وشي اللي عم نشتغلي هو اللي بحدد مستقبلنا كرمال هيك هالموضوع لازم ما نتهاون فيه نأخذه بجدية كتير كبيرة خلونا نشوف الفقر المهنية مع بعض It's career tip time And today we're talking about objectives Most people have a job description that supposedly describes what they have to deliver in their job Let me let you in on a secret Most people's job descriptions are obsolete the day they start It's much more important to actually focus on what are really the objectives of your work that are going to help the company win And in order to do that you really have to understand what are the objectives of your boss What are the objectives of your boss's boss And so quite simply you can just ask them what are your key objectives over the next 12 months What are the objectives that you want to focus on for this quarter What should my priorities be And always keep in mind that your job is to make your boss successful And make your boss look good And so you're there to do that And by understanding who your boss is delivering to and what KPIs they need You can then fill in that gap And the other thing that you want to do is if you have a public holistic company Even if you're very junior, buy one share of the company So you get the owner's reports, you start to get the financial information, the strategic information of the company And you understand the bigger picture What is the board doing? What is the CEO doing? How does that fit? How does your department fit into that larger picture? And that will really start to help you understand what are the key objectives that you need to deliver on In almost every company, in every job, there is more work to do than there is time to do it And so that's why understanding the key objectives, the key priorities of the company and your boss And linking your work to those priorities is your best chance of being successful in your role And your best chance of being seen as a valued member of the organization This is Shane and Pete, wishing all your dreams come true The art doesn't know the language And this is true, especially in the drama and movies With the series of movies and the series from all around the world And in all the languages on the OTT and others And this will allow us to be open to other cultures And we know the countries from the inside How they think about the culture and the language Let's see more about this topic with Santosh Welcome to Watch Me If You Can with me Santosh Hi, today we are going to be talking about the Tamil film Jai Bheem Now Jai Bheem is not how cliched it is in Bollywood That one man's name is Jai Bheem We have had many examples like that, Ram Aftar, Kishan Aftar No, nothing like that Jai Bheem is the slogan by Dr. B.R. Rambedkar And this is the main theme of the film Jai Bheem is the only Indian film to have trumped The Shawshank Redemption on the IMDB rating with a 9.6 That's quite a feat for an Indian film, the first of its kind Produced by Jyotika and Surya himself Surya plays the protagonist in the film playing a real-life lawyer activist Chandru Who fights for a tribal woman, a pregnant woman Who is looking for a husband missing from police custody The film is very hard-hitting Shows the brutalities of the police over lower caste and tribals The first 20 minutes delves into the tribal life How they live, how they hunt, how they cook, how they survive How they live in harmony together And how all of that is disrupted by the police and Pulitshi After Surarai Portr, Surya is back in complete form In a film directed by T.J. Gnanavellu This film is hard-hitting and yet it's a must-watch So watch it, it's playing on Amazon Prime right now There is a dream, Raj Your dream, your dream Your dream, your dream Your dream, your dream The next film we are talking about today Is The Eternals from the Marvel Cinematic Universe MCU This is the phase 4 of the MCU And it's probably the weakest film in the entire MCU universe that we have seen so far Chloe Zhao, the director, has failed to live up to what Marvel has been doing so far Starring Harry Styles, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek and Angelina Jolie The film boasts of the Eternals who have been hiding for thousands of years To be protecting the Earth from the Defiance, another alien race Other than that, what sounds good on paper is not translating on cinema If you're fond of Marvel, give it a watch But unfortunately, you have to watch the film just for the end credits So you understand how Marvel ties up the whole universe If you don't want to venture to the cinemas, then watch Red Notice on Netflix Actually, don't watch Red Notice And I'll tell you why Red Notice is the notice issued by Interpol to one of the most wanted criminals in the world This Red Notice should have been issued against the producers and the director of the film What do you think you will make a film? It has a PG-13 rating and stars Ryan Reynolds, Dwayne Johnson and Gal Gadot The film has a stellar star cast, but that's about it Good news, the film is for kids Bad news, the film is for kids Adults, if you're going to have nothing to do, watch it, it's playing on Netflix I want you to help me catch the most wanted art thief in the world Our next review for today is Special Ops 1.5 Neeraj Pandey is back and so is Himmat Singh K.K. Menon in his character, in his avatar of Himmat Singh Venei Patak opens the scene by saying that Himmat Singh, Himmat Singh, why do you make it now? This is what the 4 part series is about Neeraj Pandey definitely draws you into the world of espionage And how Himmat Singh became Himmat Singh It is a slightly weak in screenplay But it is a wonderful watch just because of K.K. Menon and Venei Patak And whole lot of other cast Do watch it, it's playing on Disney Plus Hotstar Himmat Singh My recommendation for the week Jai Bhim without fail is a must watch Special Ops 1.5 Watch it, it's really fun The rest, ignore Until I see you next week, bye-bye We have the video of You stay When I see you next week, bye-bye jai jai entrepreneur 15 15 اشتركوا في القناة